السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوة دي الهدى النهار اللي بغيت نشاركها معاكم كانت منها تعجبكم واللي عجبته بطبيعة الحال غدي تابع الفيديو من الول حتى الاخير باش يعرفني كيفاش هي اتهاد المسيم منتف الفرن فرجة ممتعة بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة هنا عندي ثلاثة الكيسان ونصف ديال الدقيق الابيض وكاس من السميدة رسم علقة ديال الخميرة ديالهالويات ورسم علقة صغير قليل ديال الخميرة ديال الخبز الملح على حسب الضوغ ديال شوية معلقة كبيرة ديال بودرة الحاليب ووحد الفرماجة انا قلت لكم القليل من الزطر معلقة صغيرة ديال الخل سواء الابيض او العادي ما كان حتى مشكل معلقة ديال الخل معلقة كبيرة ديال زيت المائدة وغدين ديال العجان تعجن بالمدافع ونشاء الله ونشوفوا القوام كيفاش خصو يجي القوام ديال العجان خصو يجي مياكة ما تخيلش ومخفيفش هنا وضعت القليل من الزيت وغدين نجمع العجان ديالي وغدين خليها نغيف هذا البول ونغطيه بالبلسطيك الغذائي وبواحد المنديل ونخليه يرتاح ان شاء الله ونجوزه باش نشكله عندما العجان خليته تطلق شوية غدين ندهني الدياب القليل من الزيت وغدين نشوف وغدين نقطع على هاد الشكل انتم ما غدين تحكموا وشبهتهم كبار ولا صغار هذا اللي كتشوفوا الزعتر وغدين ندهنهم بالقليل من الزيت ونخليهم يرتاحوا عاد باش نطلقهم ان شاء الله هنا في طاولة العمر بعدما ارتق ليال عجان وغدين جي غدين ندهن طاولة العمر بالقليل من الزيت ونطلق العجان كيفما كانت لقوه المسمان او الماء الملاوي سوف يركز هنا على الجواني باش ما يبقوا ليش غلاط اما الواسط ركيت جبت هنا هاد الشكل هاد دو دو شيش دو 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 بيك عم دو سوف نجيب الزبدة سوف نضع الزبدة سوف نضع الزبدة سوف نضع الزبدة سوف ننضع الزبدة سوف نضع مبقى هنا بعد ما قرسهم مربعات سنأتي ونطلقهم إلى هذا الشكل سأقوم بقرسهم ونجعلهم على الجنة إلى هذا الشكل لكي نفعل الحشو نفعله في دفعة واحدة لكي لا يقدبوني لكي نفعله من هذا الشكل سنجعلهم على الجنة هذه الأخيرة حتى الحشو فرقته إلى ثمانية القريات ثمانية الغيفات ندعها وسنطلق المنجلة ثم ندع هذه الأخيرة وهنا قسمها ونقود نستخدم هذه الأخيرة ثم يقوم بأبد الأخيرة ثم يقوم بأبد الأخيرة ثم يقوم بأبد الأخيرة سوف نشاركوا معكم وضعت جوج فلافل جوج فلافل جوج حمر جوج سفر توابل وضعت البزار و الملح و القليل من السودانية و الكاري اللي كيبغيه اللي ما كيبغيتش يتفادح هل هي الشكل كيف ما كتشوفو و هادي نحتاف اللاطاق ديال الفورن احتى يطيفو ان شاء الله هنه كاليكم الختيار بغيتشو الدهنو هون بالاصفر البيت دهنو هون ما بغيتش مشكل يا فورن هنه ما قلتش بها الفورماج احتى طرت لي الحشوة و حكيت عليها الفورماج ايضا بضع شخص دهنو 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 ندخلها بها لنقوم بخلوها ونقوم بعمله ونقوم بعمله ونقوم بعمله نقوم بعمل الفرن ونقوم بعمل لم أردت لكم في الحسوة وضعت جوج العلب ديال الطون كما يمكن لكم تديرو إما الكفتاء ولا دجاج مقطاع ولا تكشي على حساب شنو بغين انتو مرغيفة ديالكم باش تعمرهم والزيت ديال الطون هو فاشا قليط البصلة والفلافل كانت منى الوصفة دياليوم تعجبكم وإلى عجباتكم بطبيعة الحال برطاجة وعمال أحباب والأصدقاء باش تعمل الفائدة ضغطوا على زر الجرس باش كل جديد في القناة يوصلكم إن شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في الفيديو قادم بمشيئة الله